مصر الليلة الاجتماعي فيسبوك وتويتر تماما كما تظهر العنوين على شاشة أمامكم كما يمكنكم مشاهدة الجزيرة مباشر مصر عبر نافذة يوتيوب حيث تمكنكم من متابعة البث الحي والمباشر للقناة ولبرامجها بالتبعية بالتأكيد ندعوكم لتواصل معنا أيضا عبر الصوت والصور عبر نافذة الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت حيث يمكنكم التواصل معنا عبر سكايب وأيضا المشاركة في الموضوعات المطروحة للنقاش ونذكركم بالتأكيد بالقضايا المطروحة اليوم أو هي قضية رئيسية بالتأكيد هو المشهد الانتخابي الذي نبدأه بانتهاء اليوم الأول كيف تابعتم عملية التصويت وهل أصبح السؤال كم هي نسبة التصويت بدلا من أن يكون السؤال من هو الفائز أما في الفقرة التالية فنناقش مظاهر العرس الديمقراطي أما وصفه واصفون بيوم الزينة كل ذلك وأكثر تتابعونه في حلقة اليوم من مصر الليلة أمر أساعدك يعني الانديبندة البريطانية قالت وصفت ما يحدث في مصر اليوم بأنه الفجر الكاذب هذا أول تعليق شكرا جزيلا مشاهدين انتخابات الرئاسة فجر كاذب في مصر عنوان صدرت به صحيفة الانديبندة البريطانية افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم للتعليق على الانتخابات الراهنة والتي اعتبرتها غير حقيقية لأن السيسي بحسب الصحيفة يتنافس مع مرشح يساري مدجن سمح له بالمشاركة في الانتخابات للإحاء بالتنافس الدستوري وكما هو الحال في كل الفاعليات والاستحقاقات منذ الثلاثين من يونيو فقد كان الرقص سيد الموقف أمام اللجان واهتمت التغطية الإعلامية بوصلات الرقص داخل اللجان وخارجها بعيدا عن أي جهد للقلم والكاميرا في ملاحقة أي خروقات أو مخالفات انتخابية حتى لو كانت أمام العدسات من محافظة الإسكندرية أو من أحمد نظيف رئيس وزراء المخلوع مبارك وبحزب مراقبين فقد شكل النساء وكبار السن نسبة المشاركة الأكبر في تصويت اليوم فهل ينفردون بكتابة تاريخ مصر المقبل أم يصر الشباب على كتابة التاريخ مجددا بصوته في الشارع والميادين ومضى اليوم الأول من الاقتراع الرئاسي اقتراع بين منافسين لا يبدو أي منهما مهتما بشيء قدر اهتمامه بنسبة المشاركة إذ تبدو المنافسة محسومة سلفا لصالح مرشح الجيش كما لا يهم وسائل الإعلام ولا المراقبين من الجانبين أكثر من إثبات الإقبال الكاسح من نفيه نحو 53 مليون وتسعمائة ألف ناخب هم المدعوون اليوم وغدا ليصوتوا عبر نحو 14 ألف لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية في عملية انتخابية تعد الثالثة في تاريخ الجمهورية والثانية بعد ثورة يناير والأولى بعد انقلاب الثالث من يوليو من أجل اختيار الرئيس السابع في تاريخ مصر وفي حين نقل بعض وسائل الإعلام لخطات متفرقة لأجواء احتفالية راقصة تعبر عن نسب مشاركة كبيرة بوضوح أصدرت اللجنة العليا للانتخابات نفيا رسميا لأي أرقام يتم تداولها عن نسب المشاركة الرسمية لم يخل اليوم الانتخابي من الصراع المعتاد بين حملتي المرشحين إذ أصدرت حملة حمدين صباحي بيانا برصدها وقائع ممنهجة على حد وصف البيان لتدخل أفراد الشرطة والجيش في العملية الانتخابية وإعاقة وكلاء مرشحهم عن إثبات المخالفات في محاضر رسمية ضمن انتهاكات أخرى تضمنها البيان شهد اليوم الأول حضورا بدى ذا دلالة للإناث من كل الأعمار كما شهد جدلا حول حضور الشباب فمن جهة أكد بعض الشباب حضورهم بكثافة أنا رايح أن تكيب وعلى فكرة المسارات اللي كانت بالألافات والملايين اللي كانت في الشارع اللي احنا كلنا شاركنا فيها وبنفخر ان احنا شاركنا فيها لتأييد المشيرة عفتاح السيسي نزل كلها شباب ومن جهة أخرى رأى مراقبون أن الشباب عزف عن المشاركة بشكل عام ورأى آخرون أن هذه هي النسبة الطبيعية المعتادة لمشاركة الشباب في الانتخابات مقترحا السبب وراء ذلك تفسير الشباب دائما ما بيسحش الصبح بدري وانطلاقا من تفسير مثل هذا يمكن لبعض المراقبين أن يقولوا إن هناك الكثيرين ممن استيقظوا مبكرا هذه المرة على الأقل إذن مشاهدين تساؤلات عديدة يطرح مشهد اليوم الذي اختلف في تعريفه بين سباق الرئاسة أو المصرحية أو انتخابات الدم لمناقشة هذه التعريفات معي في استوديو مصر الليلة الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أهلا بك معنا دكتور أيمن دكتور أيمن بالطبع حاولت على الأقل وسط انشغلتك أن تتابع مشهد اليوم في مصر ودلالاته هل هو رمز للديمقراطية أم على العكس رمز لمصرحية هزلية يعرف الجميع نتائجها مسبقا يعني خليني أطرح المسألة من زاوية مختلفة السؤال الأجداء هل نحن أمام انتخابات تنافسية أم أننا أمام انتخابات إجرائية أنا أتصور أن نحن أمام حالة إجرائية لحما ودم الهدف منها هي إقرار واقع وإقرار ما كان متحققا منذ ثلاثة سبعة بيتم ترجمته أو تحويل الرئيس الواقعي من ثلاثة سبعة إلى رئيس قانوني ودي مسألة إجرائية ليست مسألة لا انتخابية ولا تنافسية إجرائية للخارج أكثر كمان الحقيقة هي طبعا هي رسالة موجهة للخارج كيف المصرية؟ واضح أن حجم الاهتمام بالرأي العام في مصر أقلب كتير جدا وعايز أقولك بصراح لو فيه اهتمام بالرأي العام في مصر كان المرشح نزل للرأي العام ده في مؤتمرات كان المرشح قدم برنامج وقدر يدافع عنه كان المرشح قدم تنازلات لكن الحقيقة هو رئيس واقعي يريد أن يتحول إلى رئيس قانوني أمام العالم وأمام الغرب تحديدا وأعتقد أن هذه الرحلة الهدف منها الوصول لهذه النتيجة طيب بصراحة شديدة دكتور هل هذه الانتخابات هي العنوان الأبرز لانتهاء ما يعرف ما كان يعرف بثورة الخامس والعشرين من يناير والعودة إلى حقبة الاستفتاءات والانتخابات الإجرائية على حد تعبيرك؟ للأسف احنا عدنا لهذه المرحلة اللي كنا نتصور بعد ثورة يناير أنها انتهت زمن الثلاث تسعيات والأربعة تسعيات والخمس تسعيات والأرقام اللي كانت الحقيقة يعني مصار صخرية في العالم كله يبدو أن هذا الزمن بدأ يعود ربما ما تكونش النتيجة بهذا الشكل لكن هتكون أظن في مرحلة التسعينات أو ما يدور حول ذلك وأنا عايز أقول لك بسي أحمد أنا من الناس المش معانيين على الإطلاق بحكات الأرقام في لعبة الانتخابات الرئاسية لماذا؟ لماذا؟ لأن أنا مؤمن أن الأرقام التي تعلن في الانتخابات الرئاسية ليست أرقام حقيقة اسمح لي أقول لك على وقتين الواقع الأولى في أول استفتاء أجري الانتخاب رئيس الأسبق محمد حسني مبارك وكان سنة 81 وعمل حديث في مجلة المجلة وده موجود في الأرشيف نقدر نرجع له كان بيتكلم فيه عن التغيير اللي هو بيبشر به في مرحلته الجديدة وقال أنا جالي الوزير نابو إسماعيل وزير الداخلية وقال لي أن الناس الاستفتاء جابك بالنسبة 99% من الأصوات فأنا قلت له لا 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 الناس ارفت من الكلام ده غير فغير فأنا عايز أقول لك وطبعاً اللي يملك تغيير بالزيادة أو بالتخفيض يملك أي شيء صحيح الواقع الأخرى في انتخابات 2005 لحظاتك كنت مشاركة اللي أنا كنت مرشح فيها في مواجهة الرئيس المبارك أنا شخصياً أبلاغني مسؤول في اللجنة اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية عندما ذهبت يوم الفرز في نهاية يوم الفرز قدم طعن قال لي أربوك لا طعن احنا مش قادرين نبلغه لغاية الوقت فقالتول لي هو سقط قال لي لا بس انت جايب 24% وهذا الرقم عندما بلغ بعض أفراد أستاذته انزعوا جداً فاحنا مش عارفين نبلغه فما تقدمش طعن طول لي أنا هقدم طعن وعمل له انتوا عايزينه بعد نص ساعة من هذا اللقاء خرجت النتيجة 8% أو 9% وصولك على 8% أو 9% 9% أو 8.5% صحيح كده ده معناه ايه؟ انهما بلغوا وما عجبوش الرقم فغيروا في حكاية الأرقام في الانتخابات الرئاسية الحقيقة يعني عشان أنا سمعت عبد المدخل للستوديو أن هناك تصرحات مش عارفين بيقول احنا مكتسحين هاي سبتالي يا دكتور الرقم في التوقيت ده تحديداً رقم النزول والأعداد المشاركة أعتقد هو رقم مهم جداً لسلطة الانقلاب في مصر لأنه آخر انتخابات رئاسية يرار بعض حقيقية في مصر التي أفرزت الدكتور محمد مرسي كنا بنتكلم عن حوالي 26 مليون أو أكثر قليلاً شاركوا فيها بالتأكيد محتاجين أنه هما يعدوا الرقم ده ما أنا عايز أقول لك أنا ما عنديش أي مصدقية الأرقام لكن أنا من خلال متابعيتي أنا كنت نهاردة في منتدى وكان ليا كلمة فما كنتش قادر أتابع بالتفصيل ما حدث في اليوم لكن تبعت مشاهد واتصالات تلفونية مع القاهرة ومع المينيا والصعيد الإقبار ضعيف كده نعم إحنا تابعنا الجزيرة مباشرة مصر تابعنا في 350 موقع المقارنة أما بنقارن كإعلامين ما بين ما حدث اليوم ومن 2012 بنجد لا فيه فجوة كبيرة جداً جداً وكل المتابعين وكل الصحافيين وكل المواقع اللي هي على الأقل غير منحزة لسلطة الإنقلاب بتقول كذا يعني عايز أقول لك سيد أحمد والناس برضو بالمنطق الناس هتروح تشارك ليه المسألة واضحة وهناك قدر من الوضوح يعني يراه الجميع المرشح لم يبذل حتى جهد في تقديم بنامك لم يبذل جهد في أنه يعمل مؤتمر المسألة مسألة إجرائية محضر الناس مشطرة فيها الإصار على دفع بالناس ويزول الناس هي محاولة لاستكمال الإجراءات نعم كان فيه ناس فيبقى كان فيه انتخابات فيبقى فيه رئيس قبل ما تدخل الستوديو بقليل كنت أقرأ مقدمة هذه الفقرة الاندبندة البريطانية بتقول نحن عمام يعني عملية هزلية فجر كاذب للديمقراطية لكن بتقول أن المرشح الآخر حمدين صباحي هو مرشح مدجن هكذا وصفته الاندبندة البريطانية لماذا حتى هذه اللحظة على رغم أن كان فيه هناك تصريحات صحفية للمسؤولة عن الحملة بيقول أن الدولة حازت للمشارسيسي لماذا لم يتراجع الصباحي وقدمه فرصة حتى يعني خلاص أعتقد ساعات قليلة وتنتهي فرصته في فكرة الانسحاب والتعبير عن رأيه بشكل حقيقي يعني خلينا أقول لك برضو مش في الانتخابات نحن في السبتاء برأسين أو باسمين الزميل الحمدين صباحي هو زميل ومناضل وأنا أحترم تاريخه والحقيقة أنا شخصيا ضعيته وعملت رسالة على حسابي في تويتر معلنة للكافة طلبت منه أنه ينسحب نازل المعركة لأنها لا تليق مع تاريخ حمدين صباحي الحقيقة كان فيه ردود ولكن كانت ردود غير إيجابية من منطلق أن المشاركة وأنا عايز أقول لك حاجة ما عرفش تتذكرها ولا عندما شاركت في انتخابات 2005 كان موقف الزميل حمدين صباحي أنه دعا للمخاطح وهذا أفقدنا كثير من الأصوات اللي كان ممكن تشارك معنا لكن كان وجد نظره أن الانتخابات في زمن مبارك ليست انتخابات فانا الحقيقة السؤال اللي أنا عايز أسأله وهل الانتخابات في زمن السيسي هي انتخابات وعايز أقول له إحنا يوم ما رفضنا المقاطعة في 2005 لأن النظام كان عايز نقاطع لأن النظام كان عايز يقول رسالة واضحة يا أستاذ أحمد يقول ما فيش بديل المبارك غير مبارك الابن لكن النظام النهاردة ماذا يريد؟ النظام يريد أن يقول أن هناك منافسين وأن هناك بدائل وأن السيسي واحد من هؤلاء وبالتالي نجاحه بأمر طبيعي وليس إقرار الواقع أو إقرار الاحتكار قائم منذ ثلاث سنة ابقى معي دكتور ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أهلا بك معنا دكتور حسن وسؤالي الأول يعني كيف قرأت المشهد الانتخابي من خلال اليوم الأول للانتخابات وما أبرز دلالاته في رأيك؟ يعني كان البعض يتوقع ربما حدوث بعض العمليات الإرهابية أو محاولات منع إجراء هذه الانتخابات لكن لا أظن أن هناك أحداث تذكر وقعت وبالتالي الأمن يسيطر سيطرة تامة إقبال المواطنين على الانتخابات كان كثيفا في الصباح لكنه تراجع قليلا في أوقات الظهيرة ربما بسبب الحر ولأنني خارج لم أتابع بعد الظهر سير الانتخابات لأنني خارج المنزل فلا أدري بالضبط ما إذا كانت النسبة المشاركة بدأت تزداد عندما انكسرت حدة الحرارة أم لا لكن أنا اطلعت على تقارير بعض المنظمات التي تتابع الانتخابات وقالت أن النسبة المشاركة ربما تفضل دكتور دعا أنا لا نتحدث في نسبة المشاركة إلا عندما يخرج لنا أي بيانات رسمية على الأقل لأن في رأي آخر بيقول أن نسبة المشاركة ليست كثيفة ولا أي شيء لكن على أي حال دكتور اسمح لي أنت كنت من الدعين للم الشمل خلال الفترة الماضية أو الفترة المقبلة هل تعتقد أن هذه الانتخابات خطوة على الطريق الصحيح للم شعث المجتمع المصري وبالطبع على رأسه يعني من يقودون المشهد السياسي ومن في المعارضة أم لا يعني أنا شخصيا أتمنى ذلك وأنا شخصيا ضد إقصاء أي طرف ولا أظن أن الاستقرار سيتحقق إلا إذا كانت هناك صيغة قادرة على لم الشمل بالفات لكن هذا لن يتوقف فقط على الرئيس القادم وإنما سيتوقف أيضا على الطرف الآخر الذي يتعين عليه مراجعة مواقفه ومراجعة أخطاءه يعني إجراء حوار داخلي ربما حتى يستطيع أن ينخرط في المرحل هل سيقبل طيل صفحة الماضي والانخراط في الانتخال هل سيقبل المشاركة في الانتخابات البرلمانية مثلا هؤلاء كأمور كثيرة واشتراتات كثيرة طيب يعني على أي حال يا دكتور يعني بعض الصحف البريطانية وصفت ما يحدث في مصر بأنه مهزل وأفجر كاذب للديمقراطية هكذا قالت الانديبندن طيب معي في الاستوديو الدكتور أيمن نور وهو قال أن وصول السيسي للحكم بشكل أو بآخر يعقد من المشكلة والسيسي هو المشكلة وليس الحل ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني أنا أحترم أي وجهة نظر سنرى ما إذا كان السيسي هو المشكلة أم أنه يمكن أن يكون الحل هذا سيتوقف على نوع السياسات التي سيمارسها السيسي ولكن يعني موضوع المشاركة ونسب المشاركة مسألة بلغة الأهمية لأنه لا أحد يستطيع أن يسوق الشعب المصري إلى صناديق الأكتراع أبدا وبالتالي إذا تبين في بعض إقفال السناديق أن الشعب المصري أقبل على هذه الانتخابات وأن هذه الانتخابات ليست كما تقول الاندبندنت مسرحية هزلية لأنه إذا كانت مسرحية هزلية سيعظف الشعب المصري عن الذهاب إلى صناديق الأكتراع وربما يقدم لنا مفاجأة ويختار حمدين صباحي يعني نحن لا نريد أن نحكم حكماً أيديولوجياً وإنما نريد أن نقوم لا يعني ما أعتقدش أن الاندبندنت البريطانية بتحكم حكم أيديولوجيا يا دكتور أما بتقول ده فاجري كاذب للديمقراطية وإحنا دم مصرحية هزلية ومنافذ مدجن كانت بتصف السيد حمدين صباحي ما كان من اقترامنا لي أرجوك تتركني أتحدث أنا أتركك تتحدث يا دكتور بس أنا أناقشك الأرقام هي التي ستتحدث أيوة ما إحنا ننتظر الأرقام حدثتك قلت مشاركة كثيفة أنا مش عارف حقيقة على أي أساس ذكرت أو وصفت المشاركة بالكثيفة أنا قلت إذا تبين أنها مشاركة كثيفة وقلت إنه هذه الصورة لن تتضح إلا في نهاية الانتخابات هذا ما قلت أنت بقى تريد أن تقول أنها مشاركة غير كثيفة أنا ما قلتش كثيفة أو غير كثيفة أنا قلت ننتظر الأرقام يا دكتور فأنت لا تقويني ما لم أقوله لكن على أي حال من وجهة نظرك سريعا ما هي التحديات التي ستقابل الرئيس المقبل أهم التحديات قد التصال بيني وبين الدكتور حسن النفع أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة على أي حال أشكره شكرا جزيلا لعل هناك دكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية ورجل حتى سياسي أعتقد بشكل كبير على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية يعني مستبشر بالانتخابات وإراءة حقيقية وكثيفة مش عارفين من الرئيس اللي جاي ورئيس اللي جاي يحقق المصالح ما رك في هذا الكلام؟ يعني اسمح لي أنا أكن كل التقدير والاحترام لشخص الدكتور حسن وإحنا كنا شركاء في الجمعية الوطنية للتغيير لا ما قبل الجمعية الوطنية وكان هو الأهم هو الحملة المصرية ضد التوريس كفاية ولا ده حاجة تغيير ضد التوريس لا لا ما بعد كفاية طبعا ودي كانت المحال الانتقالية اللي خرج منها الجمعية الوطنية ثم البرلمان الشعب ثم الثورة طبعا والدكتور حسن كان له مواقف عظيمة وأنا الحقيقة آآ مازلت أراهن على كل العقلاء والحكماء في مصر وأنا بقول للدكتور حسن قد مبادرة كانت مهمة وكان يمكن البناء عليها وكل الأطراف الحقيقة لم تتخذ موقفا إيجابيا من هذه المبادرة كان فيها آآ مناطق خلافية لكن الحقيقة كان فيه مناطق يمكن البناء عليها وأنا بدأ الدكتور حسن قال لا ينشغل بالانتخابات وقال لا ينشغل بالأرقام وأنا الحقيقة كان لها مقولة يعني كتبتها في عدة صحف أن حتى القردة في حديقة حيوانات الجيزة كانوا يعرفون أن كل الانتخابات والإستفتاءات الرئاسية مزورة تقصد ما قبل الثورة ما قبل الثورة عدنا إليها القردة الآن يعلمون والحقيقة أعتقد أن لو عملت السفتاء دلوقتي في حديقة الحيوانات هيقول لك نفس النتيجة أنها انتخابات معلومة النتيجة وإذا كانت معلومة النتيجة من البداية ففكرة التنفسية تغيب فأنا بدأ الدكتور حسن أن يدخل جهده في المرحلة القادمة لتقديم حلول هو بيقول كلام بيقول إحنا ما نقدرش نقول هل السيسي هو الأزمة أم حل الأزمة لا أنا كنت أفهم إذا كان السيسي حل الأزمة كان أقدم هذا الحل في بنامجه أو حتى في رؤيته لكن غاب عن هذه الرؤية أي كلام عن حل الأزمة وبالتالي أحنا بنعتقد أنه خطوة نحو تعقيد الأزمة لكن الرهان عليه مش على السيسي الرهان على العقلاء وعلى الوطنيين وعلى القوى الوطنية وعلى قوى الثورة التي يجب أن تتحد كي تفرض حلول حقيقية للخروج من هذا النفق المظلم اللي إحنا دخلناه منذ ثلاثة سبعة حتى هذه الحصة هل ستعود الحقب الطويلة اللي هي للرؤساء كما كان في عهد مبارك ومن قبله مرة أخرى أم لا تلاتين سنة سيد أحمد المشير السيسي موفر مجود طويل يعني الحقيقة هو بادئ من مرحلة ممكن تقول موفر 24 سنة من حكم مبارك كنت تتكلم عن ست سنوات يعني لا لا برضو بس ست ده يتوقف على قدرة القوى الوطنية في مواجهة هذه الحالة لكن أنا بقولك الحقيقة هو قطع شوط يعني يوفر علينا على الأقل 24 سنة على الأقل 24 سنة فبداية الحقيقة طيب أستاذناك في أن نذهب لزميلي عمر حسن وآخر الأخبار على السوشيال الميديا وتفاعلات على الهاشتاج هاشتاج مصر الليلة إليك عمر شكرا لك أحمد بالتأكيد الهاشتاج المنتشر الآن هي هاشتاجات تتعلق كلها بانتخابات الرئاسة لكن الهاشتاج الأبرز والأكثر تداولا الآن هو هاشتاج احنا جيل وانتو جيل هو للرد بالتأكيد على ما وصفه الشباب على موقع التواصل الاجتماعي بغيابهم وإقصائهم من المشهد السياسي وهو متعلق أيضا بأغنية أطلقها أحد الشباب على الانترنت قبل الساعات لكن هذه الأغنية لقت رواجا على الهاشتاج ذاته يقول أحد المدونين اسمه عبيدة إحنا جيل وانتو جيل إحنا جيل الألوان وانتو جيل الأبيض واسود لم صممين تخلونا نعيش على ما زكه في لونين بس كريم عايش للنضال يقول إحنا جيل ساكت ومطاطي وانتو وحنا تربينا على الحي والمطاطي أما صاحب الشهيد فيقول وطني حر وطنكم مر وطني شهادة وطنكم بيادة وطني عفة وطنكم زفة وطني مدان وطنكم رأس وبوس وأحضان بتأكيد هناك الكثير من التدوينات على هذا الهاشتاج إحنا جيل وانتو جيل والذي يعكس غياب الشباب عن المشهد السياسي وانتخبات بالتأكيد على ذات السياق عبدو فتحي يقول بالنسبة لقريتنا فالإقبال ضعيف ويتصدره كبار السن وهذا في أول يوم اللي المفروض يكون الإقبال أكثر من اليوم التاني أما الرحمة الودود فيقول مسرحية هزلية ولسه في دعاية للسيسي لحد الآن أما محمد إبراهيم فيقول جيل السبعينات والستينات نازل يأمن مستقبله شعر أبيض في الطبور وشعر أسود في القبور على ذات المنوال أيضا أما مهدي فيقول اليوم الوحيد اللي مفيش هجوم من البطاقية على المظاهرات لأنهم متوزعين على اللجان عشان يوقفوا في الطبور أيضا عبر هاشتاج بنامج مصر الليلة على تويتر سيف يقول سيناريو مكرر للاستفتاء على الدستور التدوين التالية من إبراهيم سليمان يقول فعلها مبارك من قبلهم في 2005 فلم تشفع له وهاهم يكررونها ولكن بطريقة أسوأ أما خالد أديف يقول المؤشرات المبدئية السيسي 65% حسين جسمي 10% مغني ألغنية بالتأكيد عشان كآيات نزلة الانتخابات 5% صف نص 7.5% أصوات باطلة 10% حمدين صباحي يتذيل القائمة بـ 2.5% حسين مؤنس يقول لسه الانتخابات ما بدأتش طالما لسه الشباب منزلش صوتك هيفرق أما عبدالواحد عشور الكاتب الصحفي يقول المعضلة الرئيسية بالانتخابات الرئاسية الحالية هي عدم مشاركة الشباب الشباب هم وقود الشارع ومحركه وأمل الوطن ولا مستقبل لدولة العواجز هكذا جاءت تعليقات أحمن تعليقات قوية قوية وتحبر عن مض الشارع على موقع التواصل الإكتماعي شكرا جزيلا عمري عودة لك دكتور قبل أيام قليلة كان هناك بيان القاهرة ومن قبله مبادئ فيما يعرف بوثيقة بيروكسل الواجب على القوى الوطنية الرافضة للانقلاب العسكري خلال المرحلة القادمة مرحلة ما بعد الانتخابات ما هي من وجهة نظرك؟ أنا بعتقد أن مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة جديدة بكل معنى كلمة مرحلة جديدة تقتضي خطاب سياسي جديد تقتضي أليات جديدة في مواجهة واقع مختلف بغض النظر عن الإقرار أو عدم الإقرار بما حدث اليوم وغدا وبهذه المناسبة اسمح لي أنا يعزوا علي أن أسمع من حملة الزميل حمدين صباحي وهو زميل ومناضل وشريك معنا في الثورة أنها تتحدث عن تدخلات ولا تلوح بانسحابات وأنا الحقيقة أفهم إذا كان هناك فعلا تدخلات في مصار العملية الانتخابية كما أشارت الحملة أنا بدعو من هنا والآن الزميل حمدين صباحي أن ينسحب من هذه العملية إذا كان هناك أدلة لما أشارت إلي حملته من تدخل للدولة بغير هذا يعني الحقيقة يجعلنا نطرح علامات استفهام كثيرة طيب أنا بس قبل أن تكمل الإجابة عن السؤال وصفت المرحلة مرحلة ما بعد الانتخابات بأنها جديدة من أي زوية جديدة بالقطع مش لأن السيسي سيصبح رئيس أننا السيسي رئيس من 3 سبعة صحيح كده إذا بقى إحنا بنتكلمش عن جديد لا لا إحنا بنتكلم عن واقع سياسي جديد يجب أن تتعامل معه القوى الوطنية باعتبار أن هناك جديد يستحق مواقف جديدة بمعنى أصح أنت سألت سؤال وأنا لم أحب الإجابة عليه الحقيقة ما قلت لي هل ده نهاية لثورة جناير يعني عز علي كشريك في هذه الثورة وكأحد الذين أدعوا إليها أن أسمح هذه العبارة لكن الحقيقة أن في خطر حقيقي على هذه الثورة أن تتحول إلى خبر كان وكل مكتسبات الثورة وكل ما تحقق من هذه الثورة تم الإجاز عليه في عشر شهور ماضية الانتخابات قد تكون صراد قزاء في ثورة يناير لكن أنا ندعو أن تكون نقطة انطلاق لاستعادة ثورة يناير وهذا هو الجديد الذي أتحدث عنه وأنا بقول لك أنا شاركت في أعلام بروكسل وكان لدي تحفظات على أعلام بروكسل وهنأت بيان القاهرة وقلت أنه تصحيح لبعض الأمور وسد الصغرات هبت منها رياح عاتية من الشائعات والأقاويل وتفسيرات الخطأة الحقيقة كانت خطأة لكن كان يجب أن نتحسب لها وبالتالي أعلان القاهرة بداية جديدة نستطيع أن نبني عليها تحالف قوي من كل قوى الوطنية التي شاركت في الثورة والتي تريد أن تستعيد قيم ومبادئ باستحقاقات الثورة إذا قدر لكم أن تلموا شمل القوى الرافضة للانقلاب العسكري في كان أي أن كان خلال الفترة المقبلة هل من الممكن هذا الكيان يطرح فكرة الحوار مع السيسي بعد أن يصبح رئيسا للجمهورية أم لا هذا خطأ أحمر ممنوع بص الحقيقة هذا الكيان لم يلتحم حتى هذه اللحظة وبالتالي المصادرة على المطلوب أو من المصادرة لا أعيز رأيي دكتور أيمن نور أنا أفهم أنا أعد قدامي أيمن نور فأنا أريد رأيه أيمن نور مش رأيي الكان اللي إحنا منعرفه أنا شخصيا مع أن يكون لدينا رؤية لحل سياسي واسع حل السياسي جزء منه الحلول السورية جزء منه ما يحدث الآن ويقوم به تحالف شرعية بجهد عظيم ومقدر ومسمى مني أنا شخصيا وطرح بدائل والتواصل مع العقلاء ومحاولة الخروج من هذا النفق لأن في النهاية أنا عايز أقولك بصراحة شديدة السيسي زائل لكن السمن باهز فإحنا عايزين نخرج من هذا النفق بأقل قدر من الخسايا لأن المواطن المصري هو الذي يعاني الآن من كل هذه التدعيات السياسية إحنا عايزين مصر تعود إلى الديمقراطية العودة لديمقراطية لافتة تغنيني عن الدخول في التفاصيل ولا شخص في التفاصيل لأن الوقت كذب ذلك لكن الحقيقة حضرتك مرددتش على سؤالي رددت بدبلوماسية شديدة ممكن يكون في حوار مع سيسي ولا لا شوف أنا شخصيا ليس لدي حرج من أن أحاور كل الناس طالما عندي ثوابت وطنية وعندي استحقاقات لن نفرد فيها ولن نقبل التسامح بشأنها الحديث عن العدالة الانتقالية هو شكل أشكال الحوار بين أطراف متنزعة المجتمع المصري في حالة استقطاب وأنا شخصيا بقول أنه في حالة انقسام في المجتمع المصري ولا نستطيع أن نهون من هذا الرأي أو من هذا الرأي لكن التعامل مع هذا الواقع يقتضي حوار مجتمعي واسع يقتضي وضع الآخرين في مربع المسئولية لأنه أنت ما تقول أنا برفض الحوار هيقول لك هم رفضين الحوار لا إحنا بنقبل ولدينا حجة ولدينا حقوق ولدينا استحقاقات مصرين عليها سريعا نسترجع كناك صحفي وفي كلمتين نوصف مشهد اليوم مشهد الانتخابات في مصر كصحفي أيمان نور الصحفي ماذا تقول قبل أن نخطئ يعني أنا من العجب أن النهاردة يوم متميز جدا في تاريخ مصر ومتميز من سبالي لسبب عايز أقول لك هل هي وهاتفاجأ أنا أول مرة في حياتي أدخل استوديوهات الجزيرة الآن يعني دي أول مرة في حياتي يعني ربما خرجت معكم من بيروت ومن طهيرة ومن أماكن كثيرة لكن دي أول مرة فأنا الحقيقة يعني أنا مستفش الخير وأنا على غرار الأغنية الشهيرة اللي أطلقوها بشرة خير أنا بقول هذا الذي يحدث يوفر الكثير من الجهد ومستفش الخير أن مصر ستتعود لديمقراطية التي تستحقها ده عمود يا دكتور مشكلة متى شكرا جزيلا دكتور أيمن نور زعين شكرا جزيلا مشاهدين عارضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل رقص وقبلات ولافتات حزب النور أبرز مشاهد اليوم الأول من التصويت في انتكابات رئاسة ما بعد الانقلاب شكرا جزيلا